بالأمس لعبت كل مباريات الجولة السادسة والآخرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا المغرب 2025 وهذه نتائج المباريات التي أجريت الكونغو الديموقراطية تخسر أمام أيتوبيا بهدفين لهدف وحيدة ذات النتيجة تنهزم بها غينيا بصاو أمام بوزنبيق ساحي العاج يهزم تشاد بأربعة أهداف نظيفة منتخب مالي يقص على نظره سويز العند بشتة أهداف دون رد ولا صد سيراليون يخسر أمام زامبيا بهدفين نظيفين جنوب أفريقيا تغلب جنوب السودان بثلاثة أهداف نظيفة ثم السينيغال تفوز على بروندي بهدفين نظيفين أما منتخب الكاميرون فقد تغلب على نظيره الزمبابوي بهدفين لهدف وحيدة كينيا نميبيا تعادل سلبي لا غالب ولا مغلوب ولا مسجل ولا متلقي تنزانيا تنتصر على غينيا بهدف وحيدة منتخب مصر ومنتخب بوتسوانا يتعادلان إجابا هدف في كل شبكة أما منتخب موريطانيا فقد تغلب على الرأس الأخضر بهدفين لصفر وتلك هي النتيجة التي خسر بها منتخب الكونغو أمام نظيره منتخب أغانضا وبهذا ينتهي الضور الأخير من تصفيات كأس أمم أفريقيا الفين وخمسة وعشرين واتضحت معالم المنتخبات التي تأهلت والتي سنودعها في القناة في لقاء قريب بإذن الله ها هو المفكر المغربي يحييكم ويضرب لكم موعدا قريبا يشكركم على حسن المتابعة ولصاء إلى اللقاء موسيقى